بعد مرور أكثر من عامين ونصف على الحرب في أوكرانيا الرئيس فلاديمير بوتين يأمر الجيش بزيادة أعداد قواته بمقدار 180 ألف جندي المرسوم سيدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل وبذلك يصل العدد الكلي للجنود إلى مليون وخمسمائة ألف جندي أما عدد أفراد الجيش فسيصل إلى نحو مليونين وأربعمائة ألف سبق لبوتين أن قدر عدد القوات المشاركة فيما يسميها الكريملين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بنحو سبعمائة ألف جندي يشن جزء من هذه القوات هجوما في شرق أوكرانيا حيث حقق مكاسب تدريجية ثابتة جزء آخر يشارك فيما تقول موسكو أنه هجوم مضاد كبير في منطقة كورسك التي تقدمت فيها القوات الأوكرانية مؤخرا تتحدث روسيا عن استعادة قواتها السيطرة على قريتي أوسبينوفكا وبوركي التي تقعان على الحدود مع منطقة سومي الأوكرانية في الأثناء أمرت موسكو لأسباب وصفتها بالأمنية بإخلاء القرى الواقعة على بعد أقل من 15 كيلو مترا من أوكرانيا في منطقة كورسك لا يدور صراع عسكري في هذه المنطقة فحسب بل هناك سجال سياسي بشأنها بين موسكو وكييف تقول الأخيرة أنها طلبت من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصريب الأحمر الانضمامة إلى الجهود الإنسانية في كورسك لكن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف وصف هذه البيانات بالاستفزازية معربا عن توقعه من الأمم المتحدة والصريب الأحمر أن لا يقبل الدعوتين رد فعل الروسي سرعان من تقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية قال أنه يظهر عدم اكتراث الكريملين بالاحتياجات الإنسانية لشعبه كما أنه يعكس خوف موسكو من السماح للمراقبين الدوليين برؤية الوضع في كورسك ترجمة نانسي قنقر